اشتركوا في القناة سموه إلى أن التعاون السياسي والأمنية والعسكرية بين البلدين يصب في دعم العلاقات الثنائية وينعكس إيجابا على دعم الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة فخامة الرئيس دونالد ترامب في حفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم وبما تقوم به من جهود كبيرة وما حققته الإدارة الأمريكية الجديدة من نتائج طيبة على هذا الصعيد في فترة زمنية قياسية مشيدا سموه بما تبديه الإدارة الأمريكية من تفهم للتحديات التي تواجه دول المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب ودعم الجهود الهادفة للتصدي لها مؤكدا سموه أن لا خلاف على حرمة الدم وكافة الأديان السماوية تمنع قتل النفس بغير حق وتدعو للسلام والتعايش والأمن والأمان للإنسانية جمعا وتنبذ الكراهية والبغضاء واستعرض سمو رئيس الوزراء مع السفير الأمريكي الموضوعات ذات الصلة بتدورات الأوضاع ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية من جهته نوه السفير الأمريكي بما تشهده البحرين من تطور وازدهار وتنمية تحظى بمتابعة وإعجاب من الجميع مشهيدا بما تبنيه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من حرص على تعزيز العلاقات والتعاون بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر